القبض على تاجر مخدرات في بغداد أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية عن القبض على أحد تجار المخدرات في بغداد وذكرت القيادة في بيان أنه ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحديثة لملاحقة العناصر الإجرامية وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم تمكنت قطعات اللواء الثالث الفرقة الأولى من إلقاء القبض على أحد تجار المواد المخدرة في منطقة الزعفرانية وأضافت أنه تم ضبط بحوزته 500 غرام من مادة الكورستال المخدرة 250 غرام من مادة الهيرون المخدرة إذا مشاهدين الكرام تفاصيل أكثر حول هذه العملية وكذلك جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات في العراق ينضم معنا عبر الهاتف العقيد بلاد الصبحي المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات أهلا وسهلا بك سيات العقيد أهلا وسهلا بداية هل من الممكن أن توضح لنا تفاصيل هذه العملية وكيف تم الاشتباك مع تاجر المخدرات وأقتله نعم طبعا مساء الخير عليكم مساء الخير على جميع المشاهدين هناك حرب حقيقية وشاملة بالتجار ومروجي ومهاردي هذه المواد المخدرة هناك مواجهات بشكل يومي مع هذه العصابات الجرامية تم القتل العديد من تجار المخدرات والمحرمين الخضرين تم التنفيق شبكات محلية وشبكات دولية فقط خلال شهر الماضي تم القادل على أكثر من 1300 متهم ومواد العقابية للقانون المخدرات تقل الضبط ما يقارب 50 كيلو من المواد المخدرات تقل عمليات كبيرة عمليات تنفيق عالي مخدرات الجرامية بالنسبة للعمليات الأخيرة السيطمة ضبط ما يقارب الهوطن من سبب كمتازون التعاون مع أقليم كردستان وتعاون عالي المستوى مع أقليم حيث تم القوض على خمس متهمين منهم ثلاثة أجانب جنسية بعد خصوص متابعة مخباراتية كمارسيات الداخلية فعن بياتنا نستمر عن بياتنا متواصلة في محاربة ومطاردة من تجار المخدرات نعم جيد طيب سيادة العقيد ما هي آلية العمل التي تقوم بها وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات نعم طبعا هناك خطة استراتيجية في مكافحة هذه المخدرات هنا طبعا عملنا يتمد عن معلومة الاستخدراتية والمعلومة لقاتل المواطن عبر الإنفطار بالخصصات في مكافحة المخدرات مرقب 1-780 هذا خط مجاني يعني في كافة المحافظات لأجل تضييغ والتخلص من المساحات والأصابات ومع أنه جميع هذه المواد المخدرة تدخل عن طريق دول الجوار عن طريق طرص غير رسمية عن طريق الشريكة الفدوذية عن طريق الأهوار عن طريق التحراف وهناك تنسيق وتعاون مع أجلزة مكافحة المخدرات بول الجوار ومثل من المؤتمر في عيار الماضي وهناك تنسيق مع رؤساء في المكافحة المخدرات بول الجوار من المثل من الجرسة تنسيق وتعاون ثبات المعلومات كثبات المخدرات في المحاربة نعم طيب في السنوات الأخيرة في العراق تحديدا انتشرت هذه ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي لكن اليوم ريد نعرف كم تبلغ نسبة انتشار هذه المخدرات نعم طبعا كما تعرفون العراق قبل عشان وثانا كان هو ممروة معمار من المخدرات من المخدرات حتى الآن هو ممروة أهور للمواعد المخدرات لكن بدأت هذه الآصابات للمجتمع فئة الشباب خابة يعني إذا نسوي مقارنة بالطبعات يعني العام الماضي تم ضبط نصر قن من هذه المواعد المخدرة خلال هذا العام والعمليات كبيرة أو العمليات نوعية تم ضبط ما يقارب والأربعة من المواد المخدرات ونبيت هذه العمليات هي عمليات نوعية والاستباطية في محاربة هذه الجريمة ولكن هناك توحيد للجلسة الاستخبارية مع علاقات المخدرات ولكن ليس جميعها المواد تكون معزة للتحقيق وأن هناك مواد تكون معزة للتهريب كانت توجيهات السيد الوزير باستهداف كبار تجار المخدرات باستهداف ونحن نوعية والاستباطية في محاربة هذه الجريمة نعم إذا لابد أن تكون هناك حد لهذه الظاهرة لهذا ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية خلال هذا العام لوضع أحد من تجارة المخدرات أو تجارة المخدرات نعم هناك عدة تجارات اتخذت الحكومة وتخذتها وزارة الداخلية من أجل رفع مستوى المدارية العامة المقامة المخدرات وكذلك دعنا فني ودعنا استخباري هناك إجراءات على الشريط الحدودي من قد القيادة القوات حرس الفدود تم ستح مركز مراقبة الكاميرات الفدودية هناك تم تحديد الكاميرات حرارية للمراقبة الشريط الحدودي هناك تم ننصب حواسس كونكريتية لإذن تهريد المواد المخدرة هناك أيضا توجهات السيد الوزير لأن نعالج المحكمين عن مات 32 مثل من قانون مخدرات متشفيات قطرية أو مراكب لغرض تصف المتعاطين عن التجار وكذلك علاجهم بشكل صحي ومع التعاون مع وزارة الصحة هناك إجراءات واخرات من إتخاذها وإتخاذ إجراء التحق العشوائي للباب وزارة الداخلية وخلال تشكيل مكتصة وحيث من 50 أو 40 ألف باب مكتصة وإذا تم بحص التعيين جديد على وزارة الداخلية بحصهم عن هذه المواد مكتر وإتخاذ إجراءات الخاصية ما يخص إجراءات مكتر على إجازة الزوغ يحدث الجواز مكتر من إتشار هذه المواد المكتر طيب ذكرنا قبل قليل أنه انتشرت هذه الظاهرة في الأون الأخيرة في العراق لكن اليوم أريد أن نعرف أي المحافظات الأعلى انتشارا في المخدرات طبعا هذه العصابات استهدف حقيقة كل محافظات الأراضي المستهدفة كل فئات وطبقات المجتمع المستهدفين أعلن وزير الداخلية لقناة زكرة الفضائية حسراً عن المجتمع المجتمع المستهدفة من آلية عمل وتعاون جديد بين الوزارة وبين حكومة أقليم كردستان هل من الممكن أن نتحدث بشكل تفصيلي عن هذا التعاون للحد من هذه الظاهرة اللي هي ظاهرات المخدرات نعم طبعا بما أن جريمة المخدرات هي جريمة منظمة دولية عبر الهدود وعبر الوطنية يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق مع الكافة الثلاثية الأممية ومع شانا حتى مع الجواب يأكيد هناك تعاون عالي المستوى مع أقليم كردستان ومع المكافحة المخدرات أقليم كردستان ومع شانا هذه العدلية لدينا ضبط ربطان مثل التنسيق مع التعاون بين المدير الداخلية في الأممية الشماري ومدير الداخلية في أقليم كردستان وتنسيق هذا المستوى مع الأقليم من أجل منع تهريب هذه المواد المخدرات من العراق نعم جيد لابد أن تكون هناك نتائج صحيحة تم تحقيقها من هذا التعاون في مكافحة المخدرات نعم طبعا أكيد يعني نحن نقشها من ارتفاع أسعار المواد في سوق المتوداء وكذلك شحفتها ونقشها في هذه المواد وكذلك من ارتفاع في سياسة نحن نقشها من التعاون نعم 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 نعم